مش من بدل كده يا جماعة تبقى الأمور واضحة إلا إذا كان هناك اتفاق مع بعض الأندية على شيء معين قولولنا قولولنا بس عشان نعمل حسابنا وما نوجعش قلبنا إذا كان هناك اتفاق على شيء معين إن فيه أندية مثلا بعينها ما يتحسب لهاش ضربات جزاء وأندية أخرى ما يتحسبش ضدها ضربات جزاء قولولنا عشان نبقى فهمين وعارفين دائما ما ندافع عن التحكيب ودائما النادي الأهلي بيكون في ظهر كل الحكام المصريين والسنة اللي فاتت خير دليل على الكلام اللي أنا بتكلم فيه السنة اللي فاتت واضحة جدا النادي الأهلي عمل إيه في ظل هجمة شرسة على الحكام المصريين النادي الأهلي وقف ضد كل هذه الهجمات وقال إن هو مع الحكام المصريين في كل شيء ولكن بداية موسم غير مبشرة بداية موسم غير مبشرة مباراة الأهلي والإنتاج وعدم احتساب ضرب الجزاء واضحة جدا جدا للجميع أو تفضل يعني طب أعمل إيه طيب يعني ولا نعملها إزاي ولا نقول إيه طب الأول كنا بنتحجج بالحكام الخامس شلنا الحكام الخامس مش أنا طبعا ولا الأهلي لا الناس كلها كنت بتتحجج بالحكام الخامس لكن دلوقتي مفيش حكام خامس يعني المفروض الحكم الساحة يكون مركز أكبر تركيس ضرب الجزاء لم تحتسب النادي الأهلي ضد الإنتاج الحربي من بعدها مبارح في مباراة أمس مباراة الزمالك والمقصة ضربتي جزاء على الأقل واحدة منهم لازم تتحس بمية في المية ممكن الزمالك يكسب مفيش مشكلة ولكن يا جماعة إدوا الناس حقها إدوا الناس حقها ممكن المقصة كان يكسب إدوا الناس حقها لكن إحنا بدئين بدري قوي كده إذا كان الموضوع حيبقى فيه وأنا الحقيقة يعني أربع أن أنا أتكلم بهذا الشكل عن التحكيم المصري لأن التحكيم المصري تحكيم الحكام المصريين شخصيات محترمة جدا 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 فوق الوصف خلي بال حضراتكم أنا لا أتكلم على شخصياته ولكن أنا بتكلم على أخطاء داخل الملعب أخطاء فنية واضحة وغير متعمدة بالمناسبة أنا بقول له عشان برضو محدش يقول لي أنت لا حكام المصريين إحنا بنقف في ظهرهم دايما نادي الأهلي بيقف في ظهر الحكام المصريين ولكن معرفش هل فيه اتفاقات معينة مثلا يعني أنا بقول مثلا هل ممكن مثلا أن يكون فيه نادي ما يتحسبش عليه ضربات جزاء ونادي تاني ما يتحسبلوش ضربات جزاء واللي هي العملية عافية واللي هي العملية زعيق واللي هي العملية إيه بالزبط أنا قلت لحضراتكم قبل كده السنة اللي فاتت أو في نهاية السنة اللي فاتت لها كانت من شهر إلى من شهر ونص قلت لكم يا جماعة قلت لكم احنا ممكن نعمل كل يوم برنامج عن التحكيم كل